تتنوع المناطق السياحية في مصر فنجدها شمالا وجنوبا وشرقا وغربا فمنها ساحل مصر الشمالي ويمتد ساحل مصر الشمالي من الإسكندرية حتى السلوم غربا وبه عشرات القرى السياحية ومن أهم مناطقه العالمين سيدي عبد الرحمن مرسى مطروح ويجذب هذا الساحل السياحة العربية بشكل خاص سيناء تعد سيناء من المناطق الرئيسية للسياحة في مصر فهي تتميز بمقاومات طبيعية شديدة التنوع ما بين بيئة ساحلية وجبلية وسحراوية كما تتميز سواحل خليج العقبة بكثرة الشواطئ الرملية والمناخ الدافئ شتاء والشمس الساطعة كما تتميز بامتداد الشعاب المرجانية مما جعلها منطقة جذب سياحي رئيسي خاصة شرم الشيخ كما توجد بسيناء العديد من الأثار القديمة كدير سانت كاترين وقلعة صلاح الدين القاهرة الكبرى القاهرة الكبرى هو كيان إداري يضم بالإضافة إلى مدينة القاهرة مدينة الجيزة وبعضا من ضواحيها ومدينة شبرى الخيمة من محافظة القليوبية من أهم معالمها أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والأزهر الشريف والكنيسة المعلقة الوجه القبلي توجد به آثار تاريخية من الفرعونية حتى الإسلامية منتشرة في معظم المدن والقرى ومن أهم معابدها الأقصر أبو سنبل جنوب أسوان آثار تون الجبل والأشمونيين بالمينيا كما يوجد بالفيوم العديد من المعالم الأثرية مثل آثار ميدوم عين السلين بحيرة قارون ساحل البحر الأحمر يعد ساحل البحر الأحمر من أهم الأقاليم السياحية لتنوع البيئات به فنجد فيه البيئة الساحلية ذات المياه الصافية الزرقاء كما نجد فيه بيئة الشعاب المرجانية غاطسة تمتد بامتداد الساحل أيضا نجد فيه السهولة الرملية التي تطل بشواطئ رملية نقية في قطاعات كبيرة منه كذلك الظهير الجبلي الذي تقطعه الأودية التي تمثل مسالك وطرقا للداخل واحات الصحراء الغربية وهي تقع بالصحراء الغربية وفيها تتوافر العيون المائية الكبريتية والمعدنية الحارة كما يوجد بها العديد من الآثار كمعبد هيبس بالخارجة مقابر المزوقة مقبرة شندي بالداخلة وتعد الواحات مناطق جذب لسياحة السفاري حيث تتوافر مخيمات السفاري وتنتشر الكثبان الرملية والأشكال التضارسية المتميزة ترجمة نانسي قنقر